السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازايكم حبيبي يا رب تكونوا بخير. انا ام مكة ودي قناتي لو اول مرة تشوفوني يسعدني جدا ان انتوا تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهات الجديدة ان شاء الله ولايك كتير جدا للفيديو. نهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم محشي كوسة باللحمة المفرومة او شيخ المحش زي ما بيقولوا بطريقة سهلة وبسيطة هقولوكو على كل مأزيره ويطلع معاكم ان شاء الله مزبوط وحلو هعمل معاكم من اول ما هننظف الكوسة وانقورها مع بعض ان شاء الله وانتبل اللحمة بتدبيلة حلوة جدا هتطعم معاكي الكوسة قوي من اجمل واحلى الاطباق اللي وتنفع معاكي في العزمات وفي رمضان برضو بتبقى شكلها حلو جدا على الصفرة هقولوكو على كل تكة فيها وفاض معانا كمان هنعمل في الفلايسة في رضيها تدي طعم حلو جدا يعني هيبقى معانا طبق متكامل بقى الحوم وغضار وكل حاجة وفي ثواني وطعم وبصراحة خسير جدا وهنعمل مع بعض كمان له صوس طماطم يستوي فيه بتعم حلو قوي بس قبل ما ابدأ الفيديو لو لسه بقى ما اشتركتوش في القناة اشتركوا لي في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكو كل فيديو جديد انزله ان شاء الله ولايك كتير جدا للفيديو المأزير بتاعتنا النهاردة للأول هنتبل اللحمة بتاعتنا اللي هنحشي بيها ان شاء الله معاي نص كيلو من اللحمة المفرومة ومعاي بصلايا كبيرة بشرها ناعم معاي طماطمتين برضو مبشرين ناعم ومعاي معلقة صغيرة ملحة ابيض ومعلقة صغيرة بغارات لحمة ورشة فلفل اصمر ورشة جنزبيل ورشة قرفة هي دي كل حاجة ان شاء الله هنحتاجها النهاردة في المأزير بتاعتنا عشان نتبل اللحمة اللي احنا هنحشي بيها القوسة ان شاء الله هاجه كده في طاصة على النهار هحط معاي حوالي تلات معالق كبار من الزيت لو اللحمة معاك فيها نسبة دهون انت مش هتنزلي بالبصل زي ما انا هنزل كده الاول هتنزلي باللحمة تنزل الدهون وبعدين تنزلي عليها بالبصل يعني انا اللحمة بتاعتي مفيهاش نسبة دهون فانا حطيت تلات معالق من الزيت واحط البصلة بتاعتي تتبل بس مش مش عايزها تحمر معايا آآ انت بقى لو انت عندك اللحمة فيها نسبة دهون فمش هينفع تعملي كده عشان لو حطتي كده نسبة دهون وتبلي فيها البصلة وترجعي تحطش اللحمة هتنزل معاك برضو دهون تاني. انت هتبدأ تدي اللحمة بتاعت قصاد مفتاصة من غير اي دهون خالص. تنزل الدهون بتاعتها وبعدين تنزلي عليها بالبصلة عشان ما يبقاش الدهون كتير معاكي. انا خلاص كده البصلة دبلت معايا. هبدي انزل بيها بنص كيلو من اللحمة المفرومة. هتتشوح بس اللحمة وتغير لونها بس قبل ما اقلبها بقى معايا البهارات. معايا معلقة صغيرة من الملح الابيض معلقة صغيرة بهارات لحمة. ومن كل حاجة من بقيت البهارات نص معلقة صغيرة. نص معلقة صغيرة قرفة رشة من الجنزبيل. وآه هنقلب كل الحاجات دي مع بعضها مع البصل كده. واللحمة الحاد ما اللحمة بتاعتش لونها يفتح معايا. وتاخد تشويحة حلوة كده مع البصل والبهارات. هفضل اقلب فيها كده الحاد ما اللون بتاعها يغير تبقى كده تشوحت معايا وبقت تمام قوي. هسيبكو بس عشان ما طولش عليكو بس. بصوا حبيبي كده كانت خلاصت شوحت شايفين لونها تغير خالص. اديت اللون الفاتح لينت شايفينه كده اللحمة معايا تمام خالص. هبدأ اجيب معايا بقى طماطمتين مبشرين. انا بشرهم في المبشرة العادية ناعم خالص شايفين بصو. بصوص اللي نزل معاها نزل معاها المية بتاعة الطماطم. عشان بشرها رفيع خالص فنزلت نسبة كده من المية. هبدأ قلبها كده على اللحمة بتاعتي تاخد برضو تشويحها. والمية اللي نزلت من الطماطم دي كلها اللحمة تشربها برضو. هتاخد معايا من خمس لسبع دقيقة على نار هادية خالص. هغطش بس عليها كده عشان تستوي الطماطم معايا برضو. فات خمس دقيقة خلاص بصو شايفين اللون تغير خالص. الطماطم تسبكت وبصو شربت المية بتاعتي وما فيش اي دهون معايا في الطاصة شايفين? الطاصة نزيفة خالص معايا. الطماطم تسبكت وشربت ميتها وما فيهاش دهون خالص نهائي. كده تبقى خلاص اللحمة بتاعتي تمام جاهزة للحشو. هسيبها بقى تهدى معايا شوية على ما نبدأ بقى نقور الكوسة ونحضر لصوص الطماطم اللي هنعمل بيت تشريبة. معايا لصوص الطماطم هنا توم هروس ومعايا البهارات بتاعتي بابريكا وبهارات محشي ومعايا ملحة ابيض وفلفل اسود ومقعب ملقة ومعايا كمان هنا حوالي كيلو ونص من الكوسة ومعايا حوالي نص كيلو طماطم انا ضربها في الخلاط ومصفيها زي ما انت شايفين كده. هبدأ الاول كده الكوسة بتاعت دي انا غسلتها قبل ما ابدأ آآ اقورها وهرجع بعد ما اقورها هيخسلها تاني. هبدأ بس اقطعها من فوق ومن تحت وهعمل معاكو كزا واحدة تشوفوها كده. هبدأ اقورها بس مش هتتقور قوي زي اللي احنا هنحتيها رز. هوريكو برضو السمك بتاعها. انا بحاول بس هوريكو اتنين او تلاتة تشوفوها. عشان دي مش هينفع تتقور قوي. عشان اللحمة المفرومة بتبقى ازاي الرز من جوة في الحشو. الرز بيخلي كوسة مسكة نفسها شوية. اللحمة المفرومة بتخلي القوسة معاكي طرية سنة. بصوا شايفين انا سايبة فيها سمك كتير ازاي? وهبدأ دي سكينة مشرشرة او انت شايب المقوار بتاعك. وتبدأ تعمل لها شكل تجزيعة كده زي ما انتم شايفين بصوا. بالشكل ده بيديها شكل حلو وبتخليها بالسمك اللي انتم شايفينه ده. هعمل معاكو واحدة او اتنين كمان. بصوا بابدأ قطعها من تحت ومن فوق الامع بتاعها. وهبدأ اقورها بالشكل ده. ولازم زي ما قلتلكو اسيب سمك فيها. وبعد ما يخلص المحش ده ممكن تدخليه على الشواية. ياخد لون وقوسة تشد شوية من بره عشان بتبقى طرية شوية. ممكن تسيبيه زي ما هو. وممكن كمان تحمريف زيت زي ما تحبي. انا هبدأ برضو اقورها بالشكل ده وهبدأ اجزاعة معاكو كده. بصوا شايفين كلها اقوروا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هكمل كله كده وارجع لكو تاني كده خلصت كل الكمية معايا شايفين انا كده خلص خلصتها وغسلتها مرة كمان بالشكل ده. اقورتها كلها شايفين شكلها انا جزعتها كده مبارا ممكن تعمليها بالطول كده. وممكن تعمليها بالورب برضو كده بنفس السكينة او المقور. بتدي شكل حلو جدا بعد ما تستوي. بصوا شايفين بحاول اواريكو السمك بس من جوة. فيها سمك اكتر من اللي انت هتحشيها رز معايا. هبدأ بقى اعمل الصلصة اللي احنا هنشرب بيها القوسة. كده خلصنا اللحمة المفرومة وقورنا القوسة. وهبدأ اعجيب بقى نعمل الصوس الطماطم معايا حوالي تلت معلق من الزيت على النار. حط فيهم نص كمية التوم. دول حوالي تمام في صوس توم. هحط اربعة كده الاول يتشوحوا ويطلع ريحتهم. وهقول لكم النص التاني هنعمل بي ايه دلوقتي. انا هاخدهم بس تشويحة على النار. تطلع ريحة بتاعتهم. انا مش عايزاهم يحمروا. كده كل حاجة جاهزة معايا وهنعمل بس الصوس التشريبة زي ما قلت لكم. اللي احنا هنشرب به المحش بتاعنا. انا هحطت كده خلاص التوم بدأ ريحته تطلع. هبدأ انزل بنص كيلو من عصير الطماطم. اول ما هحس ان التوم ريحته طلعت هنزل على طول الطماطم مش هسيبه يحمر معايا. وهبدأ احط معايا كل البهارات دي هتحلي معايا التدبيل قوي. وهبدأ احط كمان مكعب المرأة. ده اختياري بس بجد بيفرق في الطعم طعم وبيخلي الطعم حلو جدا. وهبدأ اقلب كل ده مع بعض زي ما انتم شايفين كده الريحة طلع حلوة قوي. كده احنا حطينا نص التوم بعد ما اه يعني حطينا نص التوم دبل معايا. ونص التاني هحطه ناي. بصوا يعتبر كده النص التاني ناي هيفرق في الطعم خالص. الخطوة دي هتفرق قوي معاك في الطعم انك تشوحي نص التومة. والنص التاني تحطيه بعد ما تحطي التسبيكة على طول. هغطش عليها وهسيبها تستوي بقى معايا مش هسيبها تتقلقوي هوريكوا القوام بتاعها برضو. كده فات حوالي من خمس لسبع دقايق على نار وسط. وقد خلاص تقريبا خلصت معايا هطفي عليها النار وهوريها لك بصوا. مش عايزها تقيلة ومش عايزها خفيفة رحة التوم والبهرات. وطعمها بجدة خطير جدا. هيتطعم معايا الكوسة قوي. كده خلاص تقريبا خلصت كل حاجة معايا هبدأ احشي بقى الكوسة. الكوسة خلاص انا غسلتها تاني بعد ما اورتها يعني مرة قبل ما اورها ومرة كمان بعد ما اورتها. اجيب معلقة بتاعت الشي الصغيرة وهبدأ بصوا احشي كده. وبدهر المعلقة هدخل معايا اللحمة المفرومة الجوه. بصوا طريقة سهلة خالص. ومش هتتعبك في الحشو نهي. وعايز اقول لكم برضو معلومة كوسة بتاعت اللحمة ما تجبوهاش كبيرة قوي ولا صغيرة زي بتاعت المحشي. تبقى كوسة وسط معايا. بالشكل ده. هعمل معاك وكزا واحدة تشوفوها برضو. سهلة ما بتاخدش وقت خالص. والتزبيكة اللي احنا عملناها طعم معاك الكوسة بطريقة رهيبة جدا. التوم مع البهارات اللي حطناها حلوة والبابريكة هتدي لون حمار حلو جدا. اي حاجة من اي بهارات بتحطيها لازم بتعمل بيبقى عليها عامل في الاكلة. سواء في لون سواء في طعم سواء في ريحة. ما تستهتريش يعني بالبهارات هي اللي بتطعم معاك اي اكلة. هبدأ اكمل حشو بالشكل ده. انا بوريكو بس كزا واحدة سهلة جدا. بصوا حبيبي. بابدأ احط كده بالمعلقة الصغيرة وبعدين بدخلها جوه بضهر المعلقة كده زي ما انتم شايفين. ما بتاخدش اي وقت خالص معي كيف الحشو. بصوا بالشكل ده. هكمل بقى كل الكمية وارجع لكو تاني. كده خلاص خلصنا كل الكمية وفضل معايا شوية كمان من اللحمة المفرومة. فاجبتي في الفلاية الوان كمان كده زريحة كده معايا للقوسة. معايا هنا بقى في الحلة معايا بواصلوايا انا عاملها ترنشاط زي ما انتم شايفين كده. هبدأ احطها معايا في القاعة بتاع الحلة. في ممكن كمان تحطي التأوير بتاع الكوسة بس بجد البصلية دي طعمها بيفرق جدا. بيدير حلوة قوي للكوسة معايا. هحط الفلفلية بس في الوسط كده. وهبدأ الفة عليها بالكوسة بتاعتي. زي ما قلتلك ممكن تحطي البشر بتاع الكوسة. وكده كده بيبقى فاضل معاكي سوس طماطم. انا حبيت احل البصل مع سوس الطماطم اللي هيفضل. هتكليب العيش كمان احلى من الكوسة بلحمة مفرومة. طعمه بيبقى حلو جدا البصل اللي بيبقى في القعدة. بيبقى شارب من التزبيكة من متوم وبهارات. ويبقى طعمه جميل جدا. هبدأ ارصها كده في حلة. لو حبى بقى انت تحطيها في الفرن شوية على الشواية يبقى سوي في صنية بغطى. صنية فرن تكون لها غطى محكا. وسوي برضو حطي طبقة من البصل وكل حاجة. وسويها وبعد ما يستوي معاكي هتدخليه على الشواية ياخد لون ويخرج معاكي تاني ويبقى تمام خالص. كده خلاص رصيت معايا المحشي بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي بصوا شايفين شكله حلو جدا. معايا هنا بقى صوس الطماطم اللي احنا عملناه بصوا القوان بتاعه. مش تقيل ومش خفيف. غيره حوالي خمس دقيق على نار وسط. وبقى معايا كده. هبدأ اسقي بيه بقى المحشي بالشكل ده. بياخدش وقت على فكرة في السوا هو مش رز اه هو خلاص قريجي اللحمة بستوية من جوه. يا دوب بس احنا بنسوي القوسة بتاعتي من بره. تشربوا كده كويس. بصوا بالشكل ده بتبقى معايا التشريبة حوالي نص القوسية عشان القوسة كده كده بتنزل مية بتاعتها. اغطيها بقى كده هولع عليها البتغاز واول ما هتبدأ تغلي هوريها لكم شكلها عامل ازاي. كده انا خلاص ولعت عليها وبدأ التغلي معايا شايفين بصوا الجمال. الريحة طالعة بتاعصوس الطماطم تحفة مع اللحمة والقوسة. بجد وجبة تستحق ان انت تجربيها. طعم وريحة وقوام وحلوة جدا في العزمات. كده خلاص فات معايا حوالي ربع ساعة كانت استوت من القوسة معايا كويس قوي. احطها بقى في طبق التقديم وارجع لكم. بصوا شايفين الجمال ما شاء الله عليها عملت معايا قوسة حلوة وبريحة ولون وطعم خطيرة جدا شايفين الجمال. واللحمة خلي بالك املي اللحمة كويس في قلب القوسة. اللحمة لا بتزيد ولا بتقل كده كده هي مستوية. فحجمها لا هيزيد ولا هيقل معيكي. فانت مليها كويس اه وقوسة كده كالتمام كده بيبقى القوام بتاعها طري شوية. لو انت عايزها تبقى يعني كريزبي مقرمشة حبة هتبدأ يدخليها على الشوية شوية. وشايفين الفلفلات تويت معايا كمان باللحمة. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم وما كنتش طولت عليكم الفيديو. ولو عجبكم الفيديو النهاردة اشتركوا لي في القناة. وفعلوا لي الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهات الجديدة ان شاء الله. ولايك كتير جدا للفيديو. واستنوني في وصفات جديدة ان شاء الله.